تتواصل الاحتجاجات في مناطق عدة من العالم الإسلامي نصرة للرسول الكريم وتنديدا بالتصريحات المسيئة من جانب مسؤول حزب باهارتيا جاناثة الحاكم في الهند وتصعدت الدعوات الشعبية في الدول العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهندية ومطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسيئين لمقام النبي الكريم في المقابل توقعت صحيفة التايمز البريطانية أن تقدم حكومة رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي على إجراءات قمعية بحق المسلمين في الهند كالزج بهم في السجون بعد تحميلهم مسؤولية مؤامرة متخيلة لإذاء الهند الصحيفة التي وصفت حزب باهارتيا جاناثة بأنه يعارض الديمقراطية الشاملة في الهند توقعت أيضا أن تطلق حكومته العنان للشرطة وآليات الدولة ضد المسلمين مراقبون اعتبروا أن إساءة المسؤول الهندي لمقام النبي الكريم لن تكون الأخيرة في ظل وجود حزب حاكم يعتبر المسلمين هم الأهداف الرئيسية لسياساته المتعصبة فيما يرى آخرون أن حزب مودي يستغل القضايا الإجتماعية الحساسة لاستقطاب الناخبين من خلال نشر رسائل سياسية معادية للإسلام تشجع على عنف الهندوس ضد المجتمع المسلم وتعكس تصريحات المسؤول الهندي المسيئة الاستقطاب الديني العميق الذي تشهده الهند خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين بشكل حاد منذ وصول حزب باهارتيا جاناتا إلى السلطة في عام 2014